أجواء من الحزن والترقب ما زال يعيشها أهالي قرية الرشاد التابعة إلى قضاء المقدادية شمال الشرقي ديالا بعد مضي خمسة أشهر على حادثة مقتل وإصابة العشرات منهم على أيدي مسلحين أهالي القرية أرجعوا استمرار تدهور الوضع الأمني إلى قلة النقاط الأمنية فضلا عن تسويف الإعلان عن النتائج التحقيقية للمجزرة الدامية التي تعرضوا لها في السادس والعشرين من تشرين الأول اكتوبر من العام الماضي جاء مسؤولين من جميع الجهات أسماك هاي نتيجة ما كشفت النتيجة دماء هاي الناس الأبرياء راحت هتش هباء ظلت هاي العوائج كل عائلة بها تسعة وثمان نفرات الناس ذبحت جابة وهنا قوة وسحبوها القوة هاي نقطة بلت هاي نقطة وهم قال لك مخابروني قالوا نستحب نحن يجينا عمر نستحب وترجع المنطقة مفتوحة كل شي ما بها في المقابل يعيش أهالي قرى نهر الإمام والميثاق وشوق الريم المحاذية لقرية الرشاد أوضاعا إنسانية صعبة عقب عمليات التهجير القصري التي تعرضوا لها بعد الهجوم على قرية الرشاد ويعيش النازحون من تلك القرى على المساعدات الإنسانية مبدين مخاوفهم من العودة إلى قراءهم بسبب خطر المجاميع المسلحة كثم السوالين لحنا عقب حالنا ومالنا وبيوتنا وسياراتنا ليش يعني؟ جان قالوا شو يدرب ماكو أمان خاف نرجع وهم يكتلوننا طلعنا بطاق رواحنا كل شي ما أخذنا قيادة عمليات ديالة تؤكد تنفيذها العديد من العمليات الأمنية في قرى المقدادية لملاحقة الخارجين عن القانون فضلا عن تنشيط العمل الاستخباري لتأمين المناطق الرخوة في القضاء وإعادة الاستقرار والأمن المجتمعي لها المعلومات مهما كانت بسيطة من أجل تحليلها وبالتالي القيام بنصب الكماء والدوريات وكذلك تعزيز هذه المناطق بالكاميرات الحرارية وإعادة توزيع القطعات للحد من القيام بعي عمل جمان يستغل له التنظيم مشاهد الحرق والدمار التي حلت بقرية نهر الإمام إحدى القرى التي استهدفت من قبل المجاميع المسلحة باتت أثرا بعد عين ما زال أصحابها ينتظرون التعويضات لإعادة ترميمها فضلا عن الحصول على الضمانات الأمنية من قبل الحكومة للعودة إليها